صباح الخير مشاهدينا مكملين معكم مع ضيف استثنائي نحفري صورته بأذهان عشاق المسرح والمسلسلات اللبنانية وهو صورة عن الفن اللبناني الأصيل ضيفنا ممثل ومؤلف ومخرج مسرحة وسيناريست وشاعر وحاصل على ماجستار في المسرح والدراما إضافة إلى دراسات عليا باللغة العربية وأدابة ضيفنا جوزاف أبو دامس أستاذ جوزاف أهلا وسهلا فيك مرحبا أجياء هالجملة اللي نعرفت فيها بمسلسل المرتبة وأنا رح نحكي عنها بالتفصيل شخصية مخول شخصية مخول عمو مخول أولا سمحيلي وجهة تحية لهالمحطة الكريمة اللي بتبس روح الإيمان والرجاء نحن أبناء الرجاء والقيامة ثانيا كل العاملين في هذه المحطة الكريمة للمخرج الأستاذ سعد أبو ديب شكرا صح؟ نعم وكل العاملين وكمان قبل ما أنسى الفضل بإحياء هاللقاء الحلو هو يبعود للصديق والأخ الصدوق متعهد النجوم الأستاذ حميد كيروس شكرا لك والدي وجل تحية أهل تحية والله يوفقك يوفق كل اللي عم يسمعه شكرا أستاذ جوزاف بدأ أسألك بين التمثيل والكتابة والشعر رح نحكي عن عدة محطات بحياتك خلال هالمسيرة الطويلة نعم أكثر من 40 سنة بمجال الفن يتضمنوا أكثر من 50 عمل فنة ولكن خلينا نبلش بالتمثيل من وين ابتدت وين من كيف بلشت تتمثل وعلى أي عمر بلشنا أولاد العشر سنين وأقل بالكتشافة كانوا يعملوا فدقان صهرة نار نعم يكون مخيم مثلا بالليل يعملوا قبولة كبيرة ويجوا هالولاد يمسلوا ويغنوا وأنا شيء تكشفية أنا من وقتها تولعت مش بالقبولة بالتمثيل نعم صرنا أعمل سكتشير بلشتك تشف موهبتك كنت أمسك فوش بيت مري الأول ونمشي على الإقاع وكذا يعني اللي تشافي مدرسة مدرسة إلى أنفتت على بعدين لما أخدت الفيلو من 17 سنة وشوي بدهم أهلي أعمل محامة لتولهم ما بدي كون لمع حدا ولا ضد حدا مهم قصة طويلة بالآخر فتت عملت أدب فرنسا وعلم نفس نعم وارد راماتيك بمعهد الفنون معهد الفنون مسرح بعدين نقلت عملت أدب عربي أسهل ما بدي حضور كتير لأن المسرح حضور إلزامة كل يوم هاي القصة هاي الانطلاق أوكي بس بلشت بمعهد الفنون تخصص أنا بدأ أحكي عن هالفترة من بعد ما تخرجت من معهد الفنون شو كانت أول خطواتك كنا نروح هاي أدوار بسيطة عاتل الليبان ما كان في غيره نعم أيام الأسهد والأبيض بقى كان وجه خير علينا ويعطونا أدوار بالتدرش إلى أن صدنا ناخد أدوار أساسية إلى أن مع السنوات ناخد أدوار رئيسية أدوار بطولة نعم حضرتك دخلت على بيوت اللبنانيين خلال شاشة التلفزيون بمسلسل المعلمة والأستاذ عادي أيام البدايات نعم بالبدايات ما صالت كم حلقة بالمعلمة والأستاذ ولكن كنت عم بتقدي دورك بمسرحية عنوان وأربع نسوان وشافك المخرج وأعجب بقدراتك وطلب منك أنك تاخد بطولة مسلسل حكواتي بالصدفة بدي أحكي بس عن النهفات اللي صارت بهذا المسلسل اللي أخدته ما بدنا يطول الحديث ثلاثين حلقة بطولة وفيش خمسين ممثل وشي ميتان كومبارس صورنا بالبقاء شو هالمنطقة الحلوية والمسلسل التاريخي من مئة سنة وما قبل يعني صورنا بهذا الضيعة النائية ما فيه لا عمود كهرباء ولا زفت بيوت قديم شو حلو شو حلو البقاء البقاء أيام الرومان كانوا سموه أهراءات رطمح والخير والعزة شو بدي أخبرك البقاء مهم أجل المخرج أعطاني ثلاثين حلقة يعني مؤمن فيه يعني وبدو يعني الأسباب عديدة أنه بيزبط كاركتيرات نعم أخدت أنا ثلاثين حلقة وخلص يعني معادي يرجع وخلص يعني يعني عرض مغرق كتير ايه مهم قبل ما نختم لقاء أنا أكيد أكيد أنه بس ما توخزني بتعرف تتسبح قلت له يا أنا 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 شو أتسبح كنت روح على الروش بحر 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 بحياتك بس شو ما بدي تروح الفرصة الزهبية قلت بعدها الله بيدبر موزبوط مهم صورنا ثلاث أربع حلقات إلا من أنه بالحلقة الرابعة الخامسة إجا دور ركوب الخايل أنا أنا بدي أهرب بدي أهرب أنا من الشرطة اللي حقيني بدي أطلع على الحصان ويلا هين شو بدي أعمل قلت له ما توي خزني بطني ضهري كتير متوعي بس اليوم قفلي إياها وبكرة لعيونك لأنه تعم بتعب عشر سايات تصوير بالنهار ومدري قلت له يا رجل قلت له يا أمرأ قلت له يا رجل شو بدي أقل له بعد آخر صار هايكي كز ومدري خلاص خلاص دبرها حط دبلور الشاب نحو الشباب هايكي قال لي شو بكتعلمني شو الدبلور دبلور يعني واحد بديل لبسوا مثلي وأخدوا عيك من وراء وخيال معلونك خيالي كله نسم الله مهم مرأ أول قطوع كمان إجا وقت السباحة بنقطع بنهر نعم وقل بغرق طرع طلله حرف إيه لآخر مهم بالآخر قال لي عملتوا الضرب فيه قلت له بالعكس أي ضرب هاي ده هالحاكي هاي ده نحن صادقين نحن عادة بس يجينا فرصة عمل معينة إذا كنا ما بنعرف إذا كانت فرصة حلوة ولكن نحن ما بنعرف نكون عم يعني ما بنعرف نقديع بشكل صح منقول لأنه منخاف أنت ضغرق قلت إيه وقلت بعدين بتعلم إذا قدرت بتعلم بدي أسألك قديش هاي ده الشجاعة اللي عندك هي سبب نجاحك بمسيرتك الفنية بتقليك شغلة مش بالمسيرة الفنية بالحياة الشخصية المسيح نور العالم أنا عندي المسيح والعضرة هن اللي بحركوني يعني بتقللون بسلمكن المشروع سلمتكن أمري بحياة المهنية والشخصية ما فيه ما فيه هاي دي المسيح المؤمن لا يخاف شو إيه المسيح لا تخافوا أنا معكم حتى انكضاء الده لكي حتى انكضاء مسلسل شو هالحاكي ما فيه كل اللي عم يسمعوني بدوا يعززوا إيمانهم بدوا يحكم على المسيح كل لحظة هو بيبعث لنا مليكته وبينوروا طريقنا عمو مخول بدأس لك بأي مسلسل لمع نجمك أكتر شي بمسلسل مرت وانا بنظرك شعبيا نعم والفضل للقصة لفادي وكارين فادي شرب رزق الله كارين رزق الله فادي شرب بالأعزائي أحلى تحية كتبوا حلقات دهب وعرفوا اختاروا الشخصيات وهديوني شخصية مخول اللي أنا كمان يعني شلبنت بقوله يلي بطريقتك صاروا عبارات بأنواك لنص لحجة جبرية مرحب أجيرة يعني أنا رتبت هاي كهندست انت بتحط لمساتك بالنص بالحوار اي طبعا يعني يعني مشكورين هني ايمنوا باللي أنا عملته بأول حيقة ما هي ما اللي قالي شغلة بكواعد التمثيل أكيد عند المحترفين وعند الموحب الممثل يكتب دوره مرة الأخيرة سان رئيس بيكتب المؤلف بس ممثل أكيد بموافقة الكاتب والمخرج هو الذي يضع بصمته على حواره عند قبل أو عند التصوير هل كل المخرجين بيقبلوا سوري الكتاب بيقبلوا حسب الممثل وحسب الكاتب إذا الممثل أعطى الحوار الجملة أجمل أو ألز تتنسب مع الشخصية أحلم أنها كاتبها الكاتب الكاتب هوني يبدو يكون ما تغزيني مجدوب يبدو يكون open mind ويتقبل شو هلحكي هيدا عرفتي وين أنا كتير أوقات مخرج والكاتب ما أسمعلهم ويطلقوا معي ما حريحكيوا لها كلمة يطلعوا يطلعوا روعة عم يطلعوا عفويين عم يطلعوا عمين بقعوا من جوات الشخصية يمكن الكاتب ما أعجب هالكاتب الله يساعدوا سيناريس خاصة للتلفزيون مش فيلم أبو ساعتين اللي بديكتب 30 حلقة أو جزقتين 60 حلقة هين هيدا عم يكتب لـ 30 40 شخصية شو بد يكون ها أدى بديكتب 30 شخصية أو 20 شخصية رئيسية يعني مهمين كل واحد يعطي نكهته نكهته شخصيته كلمته اللي بتتناسب مع شخصيته ما النهايينة هون الممثل حقه وواجبه انه هو كمان يشاري بالحديث عن الكتاب انت انت قلت حتى تصير تكتب واشعار وكتب نعم اي متى انا الكلمة رفيقتي وفي البدء كان الكلمة الكلمة رفيقتي بلشت تكتب مسرحيات وسكتشيت من 14 سنة اعمل مسرحيات مع ولادة جيران وكذا بنات وشباب سكتشيت ودبكة وغنان بتعرف اشي بعدين بلشت الى ان وصلت الى الكلمة النورانية اللي هي الشعر حوالة سنة الالفين طبعت اول كتاب كان باللغة الفرنسية كان فيه الانية فرنكوفون انا مولع بالأدب والشعر الفرنسي حتى درست لغة مولع فيها يعني غرامة باريز واللغة الفرنسية اللي اريح لعدة مريت ايشا بعدين طلعت كتاب رباعيات الخيال يلي حصلت من خلاله على جائزة ساعد عقل بالشعر اللبناني رباعيات الخيال كيمنا بعمر الخيام انا عملت الخيال ما نحن حكي عنهم كتير بعدين طلعت كتاب شعر تصوفي مسيحي كمان اخد شكسيو اخد يعني اصدق جيد جدا بعدين طلعت كتاب اليك بوجدي ووجوده تصوف كمان كمان مهم كتير واخيرا وليس اخيرا من شي 3-4 سنين طلعت هذا الكتاب قصائد وتراتيل مريمية كيمت اسألك عن هذا الكتاب حضرتك شاعر وكاتب وممثل وبعالم الفن الى اخيره ولكن كتبت كصايد وتراتيل مريمية بدأ اسألك هل انت اختبرت وجود امنا مريم العذرة والرب بحياتك لحتى كتبت عايشين معي منذ ولادك ياريت بتخبرنا شوي عن هذا الاختبار بحياتك عن وجوده تغيروا تغيروا بحياتك مش تغيروا هن اللي بيعملوا حياتنا تبهين ما قبل الولادة موجودين عيشين معنا طول حياتنا اذا عنا ايمان رسخ بد يكون هايك المسيح والعذرة ومري يوصف ما تركين ما تركين حدا منا بس نحنا بدنا نحكي معهم بدنا نسلم عليهم بدنا نضل نسمع كيف عم يهدونا ضميرنا هو يوعينا على عمل الخير عدم الازية عدم الكذب عدم الكذب ما فينا نحنا نجذب عحالنا ونجذب عن الناس ونجذب عن الله هدا مش مسيح اللي بيعمل هايك تبهي شو مسيح بالهوية خلقانين معنا عيشين معنا ها عم ياكلوا ويشربوا معنا لما نأكل نحنا نكون عم نسبح الله لما نشرب لما نساعد عزة الجبل شو بقول تم رو وعيش كنت جائعا فقط عمتموني كنت عطشانا فكنت مريدا فزرته كنت قلو يا رب نحنا وين شفنيك نحنا عم تخبرنا كل شي عملتوا لهؤلاء الصغار عملتوا معي مش بس الصغار نحنا كم فقير منشوف كم عجوز منشوف بالشارة كم متشرد بدأ أسألك عن صاير معك حادثة عن الرزنامات مريوسف فيك تخبرنا عنه بيعطولنا دايما دايما مسيح والعذرة ومريوسف بيعطولنا إشارات ياللي بتعنيش بيا كده ما حدا يتعنيش ياللي بدأ بابك وبدو عطيه منك مش انت اللي عم تعطيه الرابع عم بيعطي منك رابعطاك ويش بيتك تعطي إيه مثلا رزنامات مريوسف هايدي حتس ما بنساها دأ الباب وانا بدأنا بتعرفي مين هالقيام طلعت هايك من البرداجي عجوز عمره 70 سنة وحامل هايك شي كأنه رزنامات هايك افتح له فتحت هايك نعم ياعم فضل شو بقدر اخبمك قال لي أنا مهجر وعيش وعائلتي حلت عمبيع رزنامات بتكرم عينك قال لي بس معلش هاورزنامات لسنت الجه تخيلي بتطيلي قال مريوسف لسنت الجه بتطيلي هات شفت شفت شو يه وأكيد أكرمته من كرم ربي وعملت اللي علي وقعدت أنا وياه وتحدثنا وخي قصيته نفسيا وكرجع يتنفس وأنا تنفست أكتر منه تبهي وعطون ترده فقير أو باقس في كتير ناس قرات شو بيقول حفات عرات بالمعنى يعني بالشوارع هاودي وجه المسيح هاودي واش بيت كنت ساعدون مش إنه لا شئ تنشو الفن بيبعدك عن عن درب الرب شو هالحكي ما هو الفن درب الرب ما أنت بالفن شو ما كان في سبع فنون بالعين أنت كيف قادر تجمع بين تعليم المسيح والفن ومغريات الدن ما في مغريات بالفن ما في مغريات الفن رسالة ها إنك بقى توصل إذا في فرحة ضحكة بسمة أو إذا في موقف إنسان إذا كانت رجادية وجداني أو إنك تسلي الناس مع هي رسالة كمان أنت وين بتلاقي حالك أكتر بالدراما ولا بالكوميديا بتنام بصراحة حسب الشخصية وحسب الحوار يعني بتنام بالتراجادية الحمد لله يعني براعة وبالكوميديا براعة أكتر طيب وين بتلاقي حالك أكتر قدم الكاميرا ولا على المسرح بتنام صراحة بتنام وين بتحس حالك أكتر مبسوط عم تستمتع بالوقت أكيد المسرح في الانتراكشن في التجاوب مع الناس الهيصة الزقف التنهيق إيه إنه هنا في تفاعل إيه بس إنه هالشي لازم كمان الممثل يشعر فيه قدام الكاميرا بيوصل بصدق للمشاهدين أسست فرقة الدبابير إيه هاي الشانسونية بمطلع التسعينات إيه وتعاونا كتاب وإخراج عدة مسرحيات والحمد الله نجحوا يعني الشباب إيه هاي كانت محطة من المحطة كاميرا في محطة معينة هي السليمة حضرتك شاركت بإيام اللولو مع الراحلة راحلة صباح والراحل كريم أبو شقرة نعم بس كمانا أنت كتبت المشهد الأخير كتابتك وتمثيلك نعم أنا مولع بالسينما تقالت لاش السينما فيلم ساعة ونص ساعتين حي في جيز في كندانسي صراحة المسلسل إذا ما كان الكاتب أدير والمخرج أدير والمس أو إيه بسي في طبغيط لا توعجن ولا يلعبوا خمسين دقيقة إلا إذا كانوا عباكرة وفي كتير عوني عنا بينجحوا بالمسلسلات لا شك بس أنا مع الإيجاز بس أنت وين تحس حالك تركت بصمة أكتر هل على سب السينما ولا على تفزيز بالسيما ما فيها نقول أنه كانت تجارب محدودة إيه يعني إيه أكيد معدودة بس مثلا أول فيلم أيام اللولو إيه كان طريف يعني وقته أبط ألف ليرة بس أنه ما عرفت قد أبط لأنه نضيته كان طوي الورقة يمكن هو أكتر عاطيني بس أنه إيه بس أكتر بس أكتر بالشغل اللي كان يعني تقريبا دائم هو بالتلفزيون وبالمسرح مثلا مع الأستاذ أنتوان غندور كان عندك مرحلة أعمال متعدد نون ستوب هو كمان شخص كريم النفس ومعطاء وعشرته حلوة وخلوق كان مدرسي يعني فيه شعار أنت دائما بتقوله الوحدة والصمت والتأمل يا رد بتخبرنا يعني ليش هيدول الثلاثة مع بعض وعن كل وحدة شو بتعنيلك عسعيد الشخص نحن عم نحتفل بعيد مرش عربية خبريني عن الوحدة عند مرش عربية والصمت والتأمل والصمت والتأمل نعم أنا من دوم ما أنه شابي حالي أحب الوحدة لا إنسان بالصمت لو فيه ما أحكي بالمؤيبة لكن نعمل إشارات أنت مستمع أكتر ما أنت متكلم متل ما فيه فن وأدب الكلام في فن وأدب الإصغاء خضرتك كإعلامية عندك فن وأدب الإصغاء تصغي ل ضايف بينما هلأ خلينا نمرقها منشوفها على الشاشات تقريبا كلها الإعلامي بيحكي أكتر من الضايف بيسأل ومجاوب بيبلش الطايف لا يجاوب بيقوله ده عامل الوقت بتقول حيكي عشرة كيلو متر أكتر منه لا يا خي لا أنت رمي السؤال وأصغي وقت اللازم ترمي كلمة شفت كيف مش بتفسر الماء بالماء وبتعيد السؤال وبتعمل مقدمة نص ساعة والمقابلة ثلاثة ربع ساعة سوري هدا غداء أعليمي أه شو بتجيب أه شو يعني ساعة حضرتك بتندم على شي عمل شركت فيه أو شي كتبته بطول أنه كان فيه أكتب بطريقة أحلى لا لا بصراحة لا كل اللي عطيته كان من وحي وإلهام ربي في شي عمل بتحس كنت شايفه رح يكون أكثر عم بيدوع عليك ولكن النتيج كانت مخيبة للأمان حسب الظروف حسب أيام زمان مثلا أنا بلشت أول مسرحية أو التاني مش بالخبز واحد صحيحة من الإنجيل بس ما كان فيه تلفزيونات وإعلانات حسب شفت كيف هلأ وين هلأ بالمص مادية بيعود الوسائل صاروا بيطلع بيصير نجم بين ليلي وضحاها ما توغزيني يعني ما بتعرفي ليش شفت كيف كنت عم تقول استوحيتها من الإنجيل فينا نقرأ شي شعر معين اليوم نحنا بعيد مارشاربي بعيد مارشاربي هاي دي من كتاب أصايد وتراتيل مريمية وتراتيل لعيد الميلاد للإنديسين هذا الكتاب أخذ معي 6-7 سنين شغل بقى رح أختار للإنديس شربل عليه السلام بشفاته يشفي كل مريض وكل متألم وكل موجوه عنوانة شرب الإنديس المعمور دايرك مقصد للزوار اقرابه مبارك من الله ويا عنايا دربك صار محجي للدنيا كلها شرب الإنديس المعمور نذكر اسمك هالنور والعجايب كيف ما تدور والعجايب كيف ما ندور بهالعالم تتجلى تشفينا بنعمة إيمان وفرحة عينينا عرفان خلي عينك على لبنان وكل مين آمن وصلى بدي أقول شغلي عاوني كمان تذكرتها لمرشاربي بدي واجه تحية لهالشرفاء والأوفياء بفرية يلي عملوا تمثال مرشاربي 28 متر حد جبل الصليب نعم تذكره؟ نعم إذا تعرف مين لحتى نواجهه تحية ما بتذكر القسم هاي كتبت وقت اللي شفت شو قدموا هالأبطال رئيس برديس فريا أو خيو أو حدا أحلى تحية من مرشاربي تبتلن هاي وقتها جارك صليب السماء نورك بيضوي عجبال وأداسي ما أعزمة يا شرب اليعلى التمثال وجارك صليب السماء حبا يا جاي من عناية تسكن جبل فارية وتغمرنا بالعطايا والعجايب والحمى على الأزمان وعالأجيال نورك يا شرب المشعال اسمك للعالم مرسال من فادينا بالدماء مرسال من عيد كمانا كل الأسميون كلنا اسمنا شربي كلنا اسمنا كل الأديسي المؤمن مش محصور باسم أو أديس سيد جزافد قصة لك شعار الصمت والتأمل وعطي واحدة الصمت والوحدة والتأمل الوحدة فيها صمت نعم ثم مين تحكي مع خيالك ليعطيك تأمل حضرتك تلتزم بهيدول العبارات لأنه بتحس أنه بدك طاقة إيجابية بس تدخل على حياتك نعم energy positive قدنا فينا محبة الله ونور المسيح نعطيه للي معنا لليقسان للمحبط نخبره إشي حلوي نتصرف معه بمحبة لحتى نعطيه energy positive يعني طاقة إيجابية وقدنا فينا نبعد أو نبعد عنا لأنه تقليل شغل بهالبشرية في ملايكي وفي شي تاني مش هنقوله عقص يعني في شر ايه في شر بقى شي على بلش كمان شياء بقى هاو دي هاو لازم لازم لقيلهم حل بل لازم المسيح لقيلهم حل ما بيصير هايك ما بيصير يضلوا فالتين علينا يعني يضلوا الأشرار فالتين على الأخيار بركهن الرب بيتلكون لحتى يشوف يعني يختبر قد نحن قادرين لا لا أنا بصراحة مع احترامي للليهوت والدين والتفسيرات المبعر شو هي أنا هايدي ما بيقبل فيها ما بيقبل المسيحية دين الفرح مش دين العذاب والألم انه جربنا وكذا أنا بصراحة ضدها ولكن نحنا بارك الرب بيخلينا نشوف نحنا برغم يعني بيظل هايدي السعاب نحنا كيف قادرين نكمل مع يعني أنا عندي أنا عندي أناعتي الخاصة دي هالله المسيح فدينة طب ما بيكف طب بنا نصالب كليوم هل أنت تحربت بالمجال الفني لا لا مش بالضرورة أوقات مثلا يعطوني دور مثلا بعد جمعة يغيروا يعطولي حالة تانية قالوا أن الله يرزق الله يوفي لألماني نعجم عالم الأتحارب الأضواء ما هو اللي بيتحارب يلي كتير يعني بيصير تحت الأضواء كيف كنت تتعامل مع كل حدا بيقلك نقد أو بينتقدك أو بيجيب لك طاقة سلبية من خلال إذا انتقاد خبيث بيكالها يعني إذا عن خبسني أو بس إذا ملاحظة حلوة بالنقة لصالحة بيوصوا بيجبينوا شو هل حكي هل في شي ملاحظة أخذت بحياتك بتحس أنه لو ما أنت كنت قوي كانت أدرا أنه تهدمك مثلا كان فيه مخرج يقول لي مثلا مثلا نقول مع نجم مش هنسميها لأنه صار بدنيا الحق اللي عم بعطي أنا كل طاقة دور بسيكولوج وهو هاي 10 يو عم عالجو المخرج قال لي خفف خفف سمعون يعني قولون عادة أنا ما أطنيع يقول بسيكولوج بدك مثلا يعمل حركات وقصها يجيبون محاولايا منفوق وعم لا شو بغار مني يعني شو الحكي ده في عين عالم عقدي أنا ما بسمع لا بسمع لا بشتغل على قنيعتي من وحي الشخصية مش غيجبه أجيب غيري قدم هم اليوم يكون في وعي عند كل حدا عم بيبدأ بمشروع حالها مشروع بحياته أنه يكون مآمن بحاله بالرغم من كل الانتقادات والأشخاص يلي بتجري تنقول تكسر بأدراته وما بتقدر هو شو عنده قدم هم أنه يكون واعي أنه لا أنا بدي أأمن بحالي رغم كل المحاولات الأفشالة هوني بدي يتحصن كيف يتحصن؟ بالمسيح أو بالعبرة ما فيه بديك أقوى من هايك سلاح صح فلم تكون أمري انتهى الكلام وانتي كمان هايك عم تعملي نعم بدي بدي شوف أنه بعد هال أربعين سنة يلي حضرتك مكنت عم كنت عم بتمارس فيون العمل الفني بأعمال كتيرة هل بنظرك قد التمثيل بلبنان بيطعم خبز؟ هل قدرت التأمن عيشة كريمة من وراء هالمسيرة الطويلة هون لازم نفصل تمثيل لا ما بتعمل إلا النجوم الكبار بعالم العربي يعني ما يسورين بس عنا بلبنان خاصة ألا ألا عنا نقابتين وألا قويون يعني لا يحملوا الله نفسا بتقول إلا وسعها يعني لا يحملوا فوق طاقتها لا لا الدولة عم تهتم لا الوزارة المعنية عم تهتم لا ما عندهم ما في ضمان شيخوخة ما في أسيرانس ما في طبابة ما في أدو ما في شي ممثلين كبار مثل مثل أمثالك يعني رح أسمح رح أسمح لحالي إسألك كيف عم بتأمنوا مع عيشتكن بالوقت اللي انتوا يمكن مع هم بيجيكون أعمال ما في ما في هلأ في المحظوزين تعرفي فيه كليكات فيه علاقات عامة وفيه علاقات خاصة الغير محظوظين عم بحاولوا يخلقوا حظ هني بأنفسهم بكل بساطة يعني بعدين عدم مؤاخذة بها المسلسلات عندنا اللبنانية تشوفيهم هالعشرين واحد هني ذاتهم بنط من مسلسل عم مسلسل يا عمي رؤى حيلك شوي ما اللي تطلع من عديك الشخصية بتفوت بالتاني هون الحق على المنتجين على شركات المنتج فيه عطب بقلبك على على حدا معين يعني عن لا لا ما فيه عطب لأنه لأنه المسلسلات عندنا عدم مؤاخذة يعني عندنا مش هيك مش هيك الإبداع يعني إذا أجياني شغل للرزقة ما بقول لا لأنه كلنا بحاجة بس أنه بنظرك المسلسلات قبل كانوا أحسن من هلا كان فيه كتاب ومخرجين ومنتجين صادقين وجديين وأفضل ملاقيين ومش التجارة واللي شو بقوله يعني مهم أنه نسرع بالتصوير لنعبي حلقات ويلا هات إيدك ولحقنا بالسنوات الأخيرة كنا عم شوف كتير أعمال مشتركة بين ممثلين مبنانيين ممثلين سوريين وغيرهم شو رأيك بهذا الأعمال المشتركة؟ أنا جدا معجب بالنجوم بالإخوة السوريين جدا خلق ما راح نعدهم نعروفين حتى ما نسح ولكن مين أكتر حدا بتحس أنه بتحبه؟ مثلا عابد فهد نجم كبير قصير خاولة فيه فيه يعني بيدهشو بيمسكو بيخلوك أنا ما بحضر كتير خلوك تتابعي لأنه بصدق مين من الممثلين اللبنانيين والممثلات اللبنانيين مين بيجزت بها؟ مثلا بلبنان يوسف الخار فيه عنده مستوى عالمي حضور هلأ بعد سنة ما بتوغزيني فيه حفوات ما بتعود للممثل بتعود للسيناريو للإخراج السيناريو هو الجوهر بيجي مخرج أبضاي مين الممثلات؟ ممثلات طبعا نادين نجايم نادين ناسيب نجايم مثلا جيدة بيقوله وين ما ما بتجي واقفة ما بدي هلأ ماجي أبو غصن طريفة مهضومة نجحت بالترجادية وأبدعت بالكومات يا الله شو هالبوبة؟ كتير 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 موفقة وبتدرس أعنالها وأدوارها بإتقام يعني جمال السنان كمنتج تحية شبوبة بنظرك اللي بيجوا من خلفية يعني متخارجين من معهد الفنون وأشخاص غير متخصصين ولكن عندهم موهبة أي منهم بنظرك هو بينجح أكثر أو مخص عند الامتحان يكرم المرء أو يهان مثلاً ست نادينين جايين جاي من عالم جميل منهم بكونوا جايين موضل وبيبرعوا يعني ما عادلت أنه واحد غير متخصص ما ما العلاقه براعيت ولا معيت ما جي أبو غصن خريج معهد الفنون ولا معيته براعيت ما نهو مقياس يعني ما عند الامتحان يكرموا المرء بكل نجوم شو شو قال لي ما كان خريج معهد الفنون ما بيبقى الحسن ما كان خريج معهد الفنون هاي دي من عند ربنا ايه بنظرك هل أنت كدرت بي لبنان ماني أنا ماني من كبار أول شيء ماني من كبار الممثلين لش دايما بتقلل من شأنك لا 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 بنا نذكر الكبار ولكن تاريخك مخدرم مخدرم بعدين نحن مش طالبين تقدير أو تكريم طالبين لقمة العيش بكرامة لابدنا تكريم ولابدنا تقدير ولا مرة كرمت بكرموني نادي جمعية بيعطوني شو بسموه ويسان لا تروفي أو شو بسموه الدولة ولا مرة كرمتك بكير بكير في أهم مني لا في أهم مني بكتير سبقوني ونجوم بيستقلوا التكريم أكتر لا 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 أنا أنا مش مؤتنع دولة دولة تكرمنا تعطينا حقوقنا كممثلين أو كفننين بس أنت دايما يعني عم بتقول أنه في عالم أهم مني ولكن الشخص أنه أنت عمالك كبيرة وحضرتك عندك اسم كبير بس بس في ناس أكبر مني يعني بتقصد أنه حتى الأكبر منك ما بتم تقديرهم إيه للأسف يعني الدولة مأسرة مع للأسف في أكبر مني عمرا وعطاء ونجومية يعني في عطب نوعا ما على في عطب وفي غضب دا الحكي إيه دا غضب المحب بس الدولة مانا محبة لأنه المحبة بتكون بالأفعيل مش بالحكي شو على الحكي شو على الحكي اليوم نحنا كمانا بلبنان عم نمرق بكتير مصاعب وظروف صاصية شو الصرخة اللي بتوجهها لكل المسؤولين عن هيدا الحال اللي وصلنا لو صرخت قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياته لمن تنادي بدنا أعجوب من السماء ما فيه بالج ما تعالج يا حبيبي هل عندك أمل أن البناء رح يشفه؟ رح قللك هلأ مونولوج هلأ أنا عم حضر عملي هلأ رح نحكي عن عملك مستقبل خبرك عن وطننا عم حضر ساعة ونص وان من شو أنا وأورغانيست لحال على المسرح ساعة ونص كيف مطر بيجي بغني ساعة ونص مونولوج أنا كيف عمار زعني في الموهبة لأخرين يعني أغنيات ضاحقة انتقادية ساخرة كوميدية بس مهزبة ومبطنة يعني اللي بيسمعها بيجيو سمعها لكل الفئات العمرية التلميذي بيفهمها والكبير بيفهمها مثلا لخبرك هاي دي مونولوج عن بلبنان هدا مونولوج من شي ثلاثين مونولوج هن البرنامج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما تعالج بالعرب الفصيح وبالعرب الدارج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما تعالج كان عنا وطن صر عنا أوطان كل وطن فاتح أحسابه كل وطن أحسابه فاتح دكان شي هاي وكل دكان بابه ومفتاحه معلق بالخارج وكل دكان بابه وحسابه معلق بالخارج جيت بدي حلا هالقصة كله جيت بدي حلا هالقصة كله نحليت وفتت بلحيت وصر معي فالج فالج ما تعالج يا حبيبي فالج ما تعالج من تقسيسه عدم مؤيخزه غلط غلط هل بتشوف أنه فيه يا أختي خليك معي هل يمتزجه جمائب الزيت ما فيه بدأ قوة إلي هي تجي تلاقي حال قوة دولية شعب نحنا غني كتير بكل فئاتكو طواقف ومناطقكو بس الغرب تزرع بوزور الفتنة منذ تأسيسه يعني تخلى الجمر تحت الرميد مئة سن الجمر تحت الرميد لا تعبنا تعبنا تذكرت بيوم تهاجر؟ لا ما بحب الهجرة ما بحب الانسلاخ بحب السفر بس بروح مثلا تلتة شور بشغل راح تعباريس بس ما بحب الانسلاخ من تربتي من جزوري أنا شجرة متجزرة أوقات بحب تكون طاير بسافر وبيرجع هجرة السنوات بس لازم عجوبة قوة إلهية تؤمر أصحاب القرار ينزلوا هالشعب عن صليبه استراجعي تاريخ لبنان كله مقاسي وحروب وضربات وويلات وثورات حدرتك شراكت بثورة 17 شرين؟ هاي شغلي هاي هاي تفصيل بتاريخ لبنان صورة كل واحد عنده رأي فيه وين يالا السورة؟ يعني أيها السائر الكريم خايي انتا نزلت كرميل ستة سانت مدري شو واتس أب والله يا عمي انت قلبك طيب أين أنت هاي أيها السائر الكريم؟ والحالة باللوج نحن فالحك كان فيه أكيد كذا عامل ما فيه كذا عامل ما فيه كذا عامل فيه لقلك شغلي فيه مخرج ومؤلف وكذا وهني عم بوضعوا الأدوار والباقين كلهم ماريونات نعم خلينا نرجع شوي لحديثنا هذا مونولوش عن الماريونات خلينا نرجع شوي لحديثنا عن الفان هل بنظرك فيه شي معين فيه نقص معين بالفان بلبنان؟ طبعا طبعا بأي يعني تحديدا تمويل تمويل شو بينقصنا نحن تحت نصير تمويل تمويل عقول وإبداع وعباقرة عندنا كثير بس التمويل بده يكون فيه تمويل قوي لحتى سيناريس دي يخد وقته المخرج دي يخد وقته مش يصور حلقتين بالنهار يسلق في متى لأي وعيد ما بيطلع عاما بيطلع تلزيق أستاذ جوزاف قبل ما نختم كلمة أخيرة رأيلك أنا كثير ممنون وبتشكرك على الاستضافة بتشكرك على وجودك وبرجع عندي رجاء لكل السامعين والحادر يعلوم الغيب نقوي إيماننا المسيح نور العالم وبعد هنا بدي واجهني دي بعد الرجاء بدي واجهني دي أنا أعلق جمانا بيعز هالموسم سياحة وحركة والله يبارك الحركة يبركة عندي مشروعي اللي هو مزيج بين مزيج بين بالمطاعم بالبلدات بلشت تعرضوا؟ البلديات عم نباشر بلديات مثلاً بيعملوا احتفالات هون عندي نداء لكل أصحاب المطاعم أو رؤسة البلديات أو المنتجعات السياحية إذا بحبوا نتعاون هذا يشرفنا ويسعدنا في شي غير كمانا عم بتحضروا؟ هلأ عندي كلمات أغنية غير التراثيل كمانا عم بتواصل مع ملحنين مع مطربين حتى كمانا نتعاون ونعمل أغنية راقية أغنية جديدة أغنية تنعش الفكر والقلب شو رأيك اليوم بالمستوى الفني عم نحكي موسيقى بلبنان بالأغنيات بالأغانة أغلبهم تكرار واشترار ما فيه عم بيغنوا أغلبهم عم بقول ما نذكر منها حتى ما ننصحا عم يستسهلوا الكلمة كلمة جيبة غنية نجم لامع معه ثلاثين أبعين مليون دولار صار له عشرين سنة ري كلمات الغنية سوري يعني ابن سردفيكاء بيكتب أحلى متوخزيني حبيبي يا عمري مدري شو مهم انه كذا وموسيقى ويلا يعني حبيبي يا عمري مدري شو يا روحي وكذا وعينيك وكذا شال حكي شال حكي خلص خلص والله العظيم عايب عايب انت نجم كبير ومعك ملايين دولارات جيب شاعر قوي يعمل لك قصيدة حلوة غنية بتشري فيك أكتر كيف تيوعين مش انه يلا صفحكي حبيبي يا عمري بيصور لايك باند ع السطح وهليكوبتر مرق وبتنزل منا حبيب طويل ومدري شو بيتطلع فيها ببعيد ما فيش القطة بزيط حلو من من سطح البناء يعني عنجد عنجد شي يعني شي يعني عنجد شي هل نحكي خلينا بالطقس الإيجابية لا لا أنا أعني ما أقول عندنا عندنا متوغزين عشرين اسم من هاو اللامعين مطربات ومطربين عندهم سروات اللي يوفقهم إن شاء الله بزيدوا سرواتهم بس طب يعملوا طب فيروز خلودة مدرسة كبيرة الكلمة كلمات العصايد نعم أستاذ جوزاف أبو ديمس نشكرك على حضورك حضرتك قيمة فنية كبيرة ونحنا كثير تسلم يعني مبسطنا بوجودك معنا وأنا كمان فرحت كثير تانكيو لألك مشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا ملتقنا بحلقات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر